على حس وعلى خلفية إيجيبس اللي حصل النهاردة أو الافتتاح بتاع النهاردة لمؤتمر ومعرض إيجيبس وإحنا بنتكلم على وطبعاً اللي هو معرض مصر الدولي البترول اللي هو إيجيبس 2022 هستخدم نفس العبارة الاقتصاد المصري بعافية شوية ليه بقى؟ أقولك وإحنا هنا بقى أنا هنا هبقى الطرف التاني للحظة سغنططة كده يجي يقولك إيه يا جماعة أنتوا بتقولوا أنه حصل نمو كبير في الاقتصاد المصري وأنه خصوصاً خلال جائحة كورونا مصر من 3 دول فقط أو 4 دول فقط على مستوى العالم هي اللي حققت معدلات نمو وما إلى ذلك نحن لا ننكر ذلك على الإطلاق بالمناسبة هو لا أحد يستطيع إنكر ذلك على الإطلاق ولو تذكرت لسه قريب يعني هتلاقي الكلام ده اتقال حتى على بي بي سي لسه قريب في الحوار مع رئيس مجلس الوزراء ولكن هتلاقي بقى هنا يقولك إيه ولكن هل يشعر الشعب بذلك نحن لا نرى أن الشعب يشعر بذلك لا ما يصحش ما ينفعش نقول الكلام نحن على الهوى في القناة محترمة في التلفزيون المصري لا ينفعش نقول الكلام لا يشعر الشعب بذلك أم المشروعات السكنية التي حلت محل العشوائيات بأسمها أم المين اللي بيشعر بذلك يعني أخونا المواطن اللي كان ساكن في عشة سيئة إلى أبعد الحدود يعني لا تصلح لأي بشري فأصبح قاعد في شقة محترمة متشطبة مفروشة تطلع على الحضائق والملاعب والحمامات السباحة فالشعب المصري لا يشعر بذلك يعني مشروعات قاعدة عمالة تشتغل كل يوم تلاقي مشروع جديد كل يوم كل يوم فالناس كانت قاعدة في بيتها فيتاخد من بيته علشان يروح يشتغل ويطلع لقمة عيش بالحلال بعرق جبينه فيبقى الشعب اللي هيشعر بذلك أيو 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 لكن الشعب اللي هيشعر بذلك كمان لما فلان المواطن ربنا يشفي ويعفي الجميع يتعب فيخش المستشفى فيتعالج مجانا وأقصى مبلغ يدفع في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل 300 جنيه تيجي تقول لي أصلا مش في كل محافظات دول خمس محافظات بس أقول لك ولو دخل مستشفى التأمين الصحي ملكش دعوة ما تدفعش برضو هما بيتحسبوا والمواطن اللي هيدفع سوى 300 جنيه مصري فقط لغير بس الشعب اللي هيصلح بذلك والاقتصاد المصري بعافية دي لمحة بسيطة الشعب اللي هيصلح بذلك فخرج من العشوائيات على شؤف وكأنها كومباوند الشعب اللي هيشعر بذلك فبيتعالج ببلاش الشعب اللي هيشعر بذلك فيبقى في فرص عامل الشعب اللي هيشعر بذلك فينزل قيمة الدولار قدام الجنيه أو الجنيه يرتفع قدام الدولار بعد ما كان بتسعتاشر بقى خمستاشر سبعين وفي كورونا ولو ما كانش في كورونا بالمناسبة كان ممكن توصل لحوالي 13 وربع وده مش كلامي ده كلام بلومبرج بس الشعب اللي هيصلح بذلك كل اقتصاد المصري بعافية اذهابوا الى حيث من حيث جئتهم بقى تعبنا بصراحة ترجمة نانسي قنقر